البصيلة انتاع الحوت سوف نصابها اليوم خفن زربن بطريقة كتجي بنينة بزاف من قرمشة شي حاجة ولا ارواح اول حاجة غنبدأ بها غنشد واحد البصلة وغدي نديروها في واحد الخلاط الكهربائي اطحان البصلة تطحن مزيان زويتها بلديا النار تكون مهيلة اللوحو هاد البصلة هادي ونشحروها الفلفلة بلي كولور نص ديال حبة في كل كولور وغننقطعها مرتوية صغار وغنزيدوها اربع ثلاثة دروس نتاع التومة ونعصر واحد نص حامضة كاملة وغنشد الحامض المصير نحيدلو القشرة ديالو نص حامضة تاهية ونقطعها مرتوية صغار ونزيدوه الملحة اللي بزار الكامون القزبر غبرة ونكتر منو تيجي مومتاز والتحميرة زيت البلدية وجوج معين قات نتاع السوس نتاع السوجة ربع كاس نتاع الماء ما درتش سكينجبير وما درتش الخرقوم البلدي اللي بغن يزيد الحار يزيدو بول ورقة سيدنا موسى جوج دروس نتاع التومة الشعرية الصينية وغنزيد لها الماسخون نحركها واحد شوية ونغطيها نخليها ربعا نتاع الدقائق راها كالطيب شرمونا ديالنا غنزيدها فوق الحوت اللي غايدخل الفران اي حوت كان متوفر عندكم فيلي الفلفلة هاية عسلات دابا غنفلون بها بهذه الطريقة تشوفوا معانا ما كان ديروش تذك شي غلي في الماء عادتا بدأو نزيدو نصفيوه الشعرية صفيتها غادي نقطعها نفلفلها هاية وجدات دابا غادي نزيدها هكا فوق هاد الشعرية هاتي نفس المقلاء شوية نتاع الكروفات مش بضرورة تديرو كيلو ولا جوج كيلو غين غيزة ايهو تعرفوا الطيبوه خصويت شحر مزيان نفلون بها عاو تاني بديك شرمو لها الطريقة لانتاع المطاعم لانعطيكم شي حاجه اولا ارواحك نحتفظو بجميع الماضاق ديال هاتي الحوت نفس المقلاء بوذروق شوية نتاع الكالامار ونديروهم بوذروق يتنقى مزيان اللي معرفش نقيه يشوف الطريقة ديالو في اليوتيوب وغادي نفلون بهم تاهم بهات الشرمولان غيزة الماء باش ما يتحرق لكم جديك شرمولان لانه هنخلي هاتشي طيب واحد خمسات دقايق حتى يشرب كل شي داك لما ديك لاصوس تعسل هنزيد هاتشي من الفوق الحوت ها هو اخرج من الفران طيب غادي نزيده هكا اربع ساعة كيوجد وغادي نخلط هاد القوام كامل يو خليطي يو حريكي هادك الحوت ديانه كيتمعس نزيده شوية انتاع الفرماج وندوزول المونتاج الورقة باش خدمت انتاع الشينوى راها كاتباع في المحلات الشينوية كان ذهن بشوية الزيت ما خدمتش بالزبدة مع شوية الفلفلة كتعطي لها كولوغاسيون وكان بداء نعمر في واحد زليفة ونورك عليها مزيان طريقة باش نجمعها راها السهلة كما كتشوفوا معانا وتقدو تخدموا باي ورقة كانت نتوفرها عندكم انتاع البسطة سديتها من هذا الجانب سوف نردها في هذه الزليفة ونعود نزيد لها ورقة اخرى باش كتجي واقفة وشد راسها في الفرران ومتقرمشها ده بغي كن نسدها بكا بهذه الورقة الثانية اللي ضفت لها وكان نزير عليها مزيان ندهنها بشوية تحزويتها باش كتعطينا لها كولوغاسيون اللي بغي يخدم بالزبدة يخدم بها وها الميني بسطيلة واجدة حاضرة ناضرة انذروا الفراني يسخن على 180 درجة ندهنوهم بشوية سافار البيض راهم تيطيبو تيجيو مع السلين كما شفتو مادرتش الحك انتعلمها طيشها ما استعملناش يعني اللي شامبينيو انا ما تعجبونيش في البسطيلة للحوش خليتها هاكا بالحوش واجهة بنينا جربوها وردو عليها اته الله ودوزوا بخير يو بصحاف طوركم والسلام عليكم اشتركوا في القناة وضعوا